نتحول مع حضراتكم إلى أخبار المال والأعمال الاقتصاد مع رقائي رمزي إليك رقائي شكرا نادينا شكرا نوها مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابع هواياكم في هذه الوقفات الاقتصادية بدأ وزير التجارة والصناعة أحمد سمير زيارة إلى دولة تركيا بدعوة من نظره التركي عمر بولاد تعتبر هذه الزيارة أول زيارة متبادلة ما بين وزراء التجارة في السنوات العشر الماضية وخلال الزيارة تفق الوزيران على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حاليا إلى 15 مليار دولار في غضون خمس سنوات إلى جانب الاتفاقي على عقد اكتباع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة ما بين البلدين شهد رئيس الهيئة العامة لمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين شهد توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بمساحة 20 ألف متر مربع لصالح شركة ميانت الفرنسية للأجهزة المنزلية الصغيرة ذلك لإنشاء مصنعها الثالث ومستودعها داخل اندستريا السخنة المنطقة الاقتصادية التابعة للمطور الصناعي السويدي للتنمية الصناعية إحدى الشركات التابعة لسويدي إلكتراكا وأشرى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن وجود مثل هذه العلامات التجارية الدولية داخل المنطقة من شأنه أن يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في المناخ الاستثماري بالمنطقة الاقتصادية أعلنت الحكومة بدء صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر غسطس من خلال أربعين ألف منفذ على مستوى الجمهورية حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموينية خمسة وعشرون في المئة هي قيمة التخفيضات على السلع الحرة التي أعلنت عنها أميرة أحمد صاحبت إحدى منافذ جمعيات بنبابة التباعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مبادرة شخصية هدفها التخفيف على المواطنين وتقديم السلع بأسعار أقل من المعتاد أول يوم صرف تموين والسلع متوفرة الحمد لله وزي ما أنت شايف الصرف اللي بيتم بالنسبة لبقى السلع الحرة عمل عليها خمسة وعشرين في المئة بالنسبة للسكر الحر هو بيتروح من تمانية وعشرين لتلاتين أنا عملها بستة وعشرين المكارون بتتروح من عشر إلى اتناشر أنا عملها من سبعة إلى تسعة الجبن من خمسة وعشرين أنا بدأها بثلات وعشر من ثلات وعشر لخمسة وعشر من عشر إلى تنو وعشرين من ستوشهر لثمانتوشهر أنا لأ في مبادرة كهيس إن شاء الله تعجب الناس كلها دعم كبير تقدمه وزارة التموين لأصحاب منافذ جمعياتي من خلال ضخ كميات من السلع الغذائية وتشجيعهم على تعميم المبادرات التي تسعى لخدمة المواطنين نحن عندنا في محافظة الجيزة النهاردة عندنا ما يقرب من 2500 منفذ بيع السلعة التموينية على مستوى المحافظة ما بين بقال تمويني ما بين جمعيتي ما بين مجمعات سلكية كلهم النهاردة في يد واحدة كله بيبدأ الصرف للمواطن بالأسعار التموينية زي ما هي مع سباة الأسعار دون أي تغيير المواطن يأخذ السلعة اللي هو محتاجها من 22-32 سلعة بالجودة والسعر المقرر المبادرة هي دي شابة من شباب جمعيتي ده منفذ من منافذ البيع ده التموين المعدل بيقولوا عليه ده دي مبادرة معالي رئيس أمر بيها معالي وزير التموين لتشغيل الشباب فتعمل محلات تموين باسم جمعيتي اللي هو الحديث فدي تبقى شباب عندها طاقة عندها حيوية دول بيأخذوا العود بتاعتهم فبيتدوا بيحملوا بقى تنشيط لمباعتهم المبادرة التي انطلقت من الشهر الجاري لقت إشادة كبيرة من الجمهور الذي أكد على توفير جميع السلعة التموينية وبتخفضات كبيرة أنا أخذ الحاجة بالبركة والله هم ناس كويسين وناس محترموا والله أنا والله هم شهدتوا السكرات والحمد بركة في المعنى والله أنا جاءت أخذ التموين لقيت صراحة السكر مخفض عن برا والحاجة كلها موجودة عندهم كل حاجة وما فيش ولا زحمة ولا حاجة زي محلات التموين التانية كله متياثر يعني الحمد لله تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديدة من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية لصرفها ضمن المقاررات التموينية من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية محمد الخطيب التلفزيون المصري أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أصدر العدد الثالث من مجلته الدورية أفاق صناعية والذي جاء بعنوان الانتقال إلى الثورة الصناعية الخامسة تضمن العديد من مقالات الرأي لعدد من الخبراء والمتخصصين الذين أوضحوا أهمية تلك الثورة كما تناول العدد مستقبل الثورة الصناعية الخامسة في مصر من خلال استعراض مجموعة من الفرص الممكنة لعدد من التطبيقات في المجالة الرئيسية منها التعليم والتعلم مشيرا إلى أن مصر شاهدت التوجه نحو إنشاء عدد من الجامعات الجديدة المتخصصة التي تواكب الدخول في الثورة الصناعية وإلى أسواق البترول العالمية حيث تراجعت أسعار النفط ليستقر قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وسط مؤشرات على تراجع الإمدادات العالمية بسبب خفض الدول المنتجة للإنتاج والطلب القوي في الولايات المتحدة أكبر مستهلكين للعقود في العالم تراجعت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة انبلغت فاصل اتنين وستين بيئة المئة ليستقر عند أربعة وثمانين دولار تسع سنتات للبرميل كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة انبلغت فاصل واحد وسبعين بيئة المئة ليصل إلى واحد وثمانين دولار اتنين وعشرين سنتا للبرميل في المقابل ارتفعت أسعار المزوطة العالمية بنسبة انبلغت فاصل ثمانية وستين بيئة المئة لتصل إلى ثلاثة دولارات للتر فيما تراجعت أسعار الغاز الطبعي بنسبة انبلغت اتنين فاصل خمسة وثمانين بيئة المئة مسجلة دولارين اتنين خمسة وخمسين سنتا ذلك لكل مليون واحدة حرارية بريطانية اخترت وارتفعت الأسعار اليابانية عند الإغلاق وسط حالة من الحماس لدى المستثمرين بفعل التراجع الين هذا وارتفع المؤشر نيكي بنسبة انبلغت فاصل اتنين وتسعين بيئة المئة كما زاد المؤشر طعبك سلاوس عن طاقا بنسبة انبلغت فاصل اربعة وستين بيئة المئة هذا وانخفض الين الياباني لأدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع مجددا بينما يدرسوا المستكبرون احدث خطوات بنك اليابان المركزي لتعديل سياسة التحكم في منحنى العائد التي يتبنىها مشاهدين عودة إلى الزملاء بعد انتهاء هذه الوقفة الاقتصادية شكرا جزيلا لك رغائي شكرا